موسيقى الجالية اليمنية وفروع المتمر الشعبي في الخارج تواصل الاحتفاء بذكر انتفاضة ديسمبر وستشهاد الزعيم ورفيقه الأمين موسيقى عماني على تحرير الخوخة التي شكلت حجر الزاوية ومنطلقا لتحرير الساحل الغربي موسيقى افشال محاولة التفاف في مناطق في الضالة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله فعالية احياء الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر وستشهاد الزعيم صالح ورفيقه الأمين وثلة من رفاقهما الأحرار الذين دفعوا حياتهم ثمن لحماية ثورة ومكتسباتها ضد الإماميين الجدد الذين عبثوا بمقدرة البلد ومارسوا الاقصاء في حق من يخالفهم أو يعارض مشروعهم الطائفي ونهجهم العنصرية موسيقى على مدى عقود من الزمن أثبت المؤتمر الشعبي العام أنه التنظيم الذي يحتضن تحت مظلاته غالبية أبناء الوطن وشكل شوكة ميزان في العمل السياسي بشهادة الجميع يعد المؤتمر الشعبي العام التنظيم الجامع لليمنيين الذين توافقوا على صياغة بنود ميثاقه الوطني بهذا الإجماع والصياغة المشتركة تعد عودة المؤتمر إلى الواجهة وتوحيد جهوده أحد أهم الخضوات التي ستعيد البلاد إلى بر الأمان ولأن المؤتمر الشعبي العام له أدوار بارزة في تجنيب الوطن مآزق الفتن وريهانه الدائم على أن الحوار نهجا لا يسلكه إلا العقلاء كان وما زال الطريق الوحيد الذي يعبر من خلاله اليمنيون إلى بر الأمان هذه المبادرة الجديدة وأنا متأكد سلفا أنها ستضعف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من قبل أحزاب المعرض منذ العام 2011 عندما ركب الأخوان إلى جوارهم الحوثية موجة ما يسمى بالربيع العربية لتمزيق اليمن تحت ظلال الفوضى الخلاقة قدم المؤتمر الشعبي العام عبر رئيسه علي عبدالله صالح تنازلات عدة بدءا بتلبية طلبات المعارضة وانتهاءا بالمبادرة الخليجية التشاركية كل هذا من أجل الحفاظ على وحدة الوطني والشعب وأنا أقولها يا علماء تتحملون مسؤولية في الدنيا وفي الآخرة وتتحملون مسؤولية ما يترتب على الفوضى من إزهاق للأرواح وهدر للطاقات وإخافة الطفل والمرأة ستتحملها أنتو اليوم وبعد اليوم وبرغم كل التنازلات إلا أن جماعات الإسلام السياسي في اليمن الطامحة في مشروع الخلافة واستنساخ ولاية الفقيهة الإيرانية أجمعوا أمرهم التخلص من المؤتمر الشعبي العام كل هذه الجماعتين تدرك ماذا يعني اليمن وفيه تنظيم شعبي رائد يلتف حوله الملايين من أبناء الوطن كانوا ضد المؤتمر التهم بدءا باتهامه كنظام سابق أنه سندا للحوثي وانتهى بهم المضاف بأنه حقق الحوثي ما فشل فيه الأخوان بمقتل الند المشترك الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح أنا أدعو إلى انتفاضة شعبية عاربة وإضرابات عامة من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري والحرية والديمقراطية وعادة بناء ما هدمت الحرب ورغم كل ما حدث ويحدث إلى اليوم من مؤامرات على المؤتمر الشعبي العام وكوادره الذين يكممون أفواه من تبقى منهم في صنعاء ويسبحوا فيها وتفكيك المؤتمر في الخارج ما تزال أنظار اليمنيين كشعب وأعضاء في هذا التنظيم الرائد هي نظرة الدولة ورجالها وفي توحيد صفوفه أهمية لبقاء الأحزاب السياسية والعملية الديمقراطية على قيد الحياة باعتباره شوكة ميزان الدولة إن لم يكن ميزانها هذا وتتواصل الفعاليات لإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر وسشهاد الزعيم صالح ورفيقه الأمين وثلة من الأحرار أو ثلة من الأحرار الذين قدموا حياتهم رخيصة انتصارا للجمهورية نظم فرع المؤتمر الشعبي العام في روسيا الاتحادية مهرجانا خطابيا كالذكرى الثانية لانتفاضة الثاني من ديسمبر وسشهاد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف عوض الزوكة وعدد من الأحرار الذين وهبوا أرواحهم ودماؤهم فداء للوطن لكن نحن نحتفل بهذه الذكرة الثانية للاستشهادة الشهيدة الزعيم علي عبدالله صالح ورحمة الله عليه ورفيقه الأمين العام عارف الزوكة بعض عامين أن منذ أن فارقناهم أجسادا ولكنهم أحياء في قلوبنا بفكرهم وبمبادئهم السامية والخالداء الذي تعلمنا منهم كيمنيين وكمؤتمرين بالتحديد فكانوا دائما هم دعاة سلام وقدموا اليمن الكثير فنحن لن ننسى أن أقدمت عناصر الميليشيات الكهنوت الإجرامية في يوم 4 من ديسمبر من العام 2017 على اغتيال الشهيدة الزعيم علي عبدالله صالح موحد اليمن اليمني حيا ومهيته الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام فايق السيد استعرضت في رسالة متلفزة ما سبق انتفاضة ديسمبر ونقض الجماعة الحوثية للعهود والمواثيق وحرب الخيانة التي شنتها وما تلا ذلك من أحداث السدعة لمواجهة جماعة الخيانة والقدر للحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها ومكتسباتها الإخوة والأخوات العزة في جمهورية روسيا بالتحادية أخوة كهيدة فرع المتمر الشعبي العام للمؤتمر الشعبي العام للتحادية وأخوة طيوف الكرام الإخوة أعضاء الجالية اليمنية في جمهورية روسيا أحييكم وأحيي جهودكم في إحياء هذه الذكرى الأليمة التي فكتنا فيها كوكبة من الشهداء في مقدمتهم الزعيم الشهيد علي أبطال الصالح ورفيك تربه الأمين عارف عبد الزوكة والعديد من رفاكهم الأبطال شهداء الحرية والكرامة والإنعتاق شهداء الجمهورية والديمقراطية والوحدة وحثت الكلمات التي ألقيت في الفعالية على تنفيذ وصايا الزعيم والحفاظ على الجمهورية والحفاظ على المبادل التي دعا إليها قبل استشهادة وفق الأهداف المثاق الوطني لبناء دولة مدنية حديثة التي يحكمها الدستور والقانون والسعي الحديث لتحقيق بناء دولة مدنية حديثة تقوم على العدل والمساواة بناء أفراد الشعب اليمني كما شددت على الحفاظ على الوحدة الداخلية ومقارعة الظلم والصمود في وجه الدعوات المقيتة قصائد وكلمات الأشقاء العرب عبرت عن مآتر الزعيم التي ستبقى خالدة تامتي في كل مناحي حياتنا وكانت بمثابة خطوط عريضة للتخلص من الكهنوت وأعداء الديمقراطية كما تخلل المهرجان العديد من الفقرات التي أشادت بالزعيم صالح ومنجزاته كما أحيط قيادات المؤتمر الشعبي العام في ألمانيا الاتحادية ذكرى صنوية الثانية لسشهد الزعيم ورافق نربه الأمين الفعالية التي بدأت بالنشهد الوطني وقراءة الفاتحة على روحية الشهدين الزعيم والأمين ورفاقهما ألقى فيها علي هلال رئيس فرع المؤتمر بألمانيا الاتحادية كلمة أكد فيها على مناقب الزعيم والأمين وأشهد بنضالهم ووقوفهم أمام الظلم والطغيان والتضحيات الذين التي قدموا أرواحهم الغالية من أجل كرامة الشعب اليمني وعزته مشيرا إلى أن اليمن عاش في عهد الزعيم تطورا في مختلف القطاعات ونعم اليمنيون بالأمن والاستقرار وأكرت الكلمة التي ألقتها نادية النجار أن استشهد الزعيم والأمين ورفاقهما كان وسيظل أكبر وأعظم حدث في تاريخ اليمن وأن ثورة ديسمبر امتداد لثورة سبتمبر وأكتوبر الفجدتين وقد تجلت فيهما تلك القيم والأهداف السامية التي تضمن كرامة الشعب وحريته وسيادته وفي الفعالية استمع الحاضرون إلى كلمة مسجلة للأخي حيا دويد حيا فيها أبناء المؤتمر في ألمانيا وأوضح أن الشهداء بدمائهم الزكية وتضحيتهم الغالية أوقدوا شعلة الثورة والتحرر ولن تذهب تضحيتهم هدارة بل إنها ستنير الطريقة لكل عشاق الحرية والكرامة والتحرر حتى يتم التخلص من الكهنة الحوثية جددت ميليشيات الحوثي قصفها مستهدفة المناطق السكنية ومواقع القوات المشتركة في مديرية التحيط جنوب الحديدة المصادر العسكرية أوضحت أن ميليشيات الحوثي شنت قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة المتمركزة في أطراف مديرية التحيط وأضافت أن الميليشيات استخدمت خلال قصفها قذائف الهون الثقيل وقذائف عيار 1282 بشكل عنيف وذلك بإضافة إلى الأسلحة الثقيلة كما استهدفت ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في مديرية التحيط مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وفد مرسلنا أن الميليشيات قصفت في قذائف مدفعية الهون الثقيل عيار 120 الأحياء السكنية في المدينة بشكل عشوائي وأطلقت قذائفها إلى قرية السبعة الواقعة جنوب حيس وخلقت حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين كما أطلقت نيرانها على مواقع اللواء السابع مالقة المرابطين في جبهة حيس تواصل الميليشيات جرائمها بحق المواطنين في ريف الحديدة وتعد حيس أكثر المناطق عرضة للقصف الهمجي الذي ألحق أضرارا بمنازل المواطنين في المديرية على آثار الهاشيم الذي بقي من دمار قذيفة الهاون الحوثية تلعب هذه الطفلة بعد تعرض منزلها وللمرة الرابعة لقصف حوثي خلف دمارا واسعا وتسبب في حالة من الذعر والخوف لعائلة محمد مستور وما إن تنظر إلى بشاعة المقذوف وحجم الدمار الذي خلفه ينكشف الوجه القاتم لميليشيات لا ترعى إلا ولا ذمة في هؤلاء المواطنين في حارة المغارسة بمديرية حيس محافظة الحديدة كانت بقي لحنان أنا رابي قدتي وأخوتي كانوا نائمين على هذه الأسرة آمنين في مسكنهم ليستيقظوا على صوت قذيفة تهز أرجاء الحي وليس هذا المنزل هو الوحيد فمئات المنازل في مدينة حيس وغيرها تعرضت لقصف حوثي عنيف يأتي في ظل عدم التزام الحوثيين باتفاق السويد الذي مضى على توقعه نحو عام كامل دون أن تلتزم به الميليشيات ضربوا منزلنا المرة الرابعة وأنا موجود أنا والأطفال وأمي والعيال وأما انفقرانش لو كان انفقر كان وهذا المنزل ضربوا المنزل الثاني والثالث كما يضربوا على المساكن ما يضربوا على المتارس على الأحياء تكرار استهداف الميليشيات الحوثية لمديرية حيس يأتي هذه المرة بكل حقد على المشاركة الواسعة لأبناء حيس في فعالية إحياء الذكرى الثانية لانتفاضة ديسمبر التي شارك فيها عشرات الآلاف من أبناء الساحل الغربي أبت الميليشية الكهنوت والطاقوت اللي أن تبطر مدينة حيس طيلة أمس والبارحة بعدة قضايا من الهاون وبجميع العيرة النارية 14 وبيكا والرشاشات مما أدى إلى إصابة وضرر عدد من المنازل وكل هذا مقرد انتقام للمشاركة الفاعلة التي شاركته الحشود الوفية للمسيرة الدسمبرية من أبناء مدينة حيس الميليشية الحوثية ليس هدفها إلا الدمار ليس هدفها إلا استهداف المواطنين حقدا على هذه المدينة هم كانوا في هذه المدينة ولكنهم أرادوا إحباط إحباط المواطنين وإقلاق السكينة وإقلاق الأمن والبنى التحتية بشكل عام بعدما دحرت الميليشيات من مديرية حيس شهدت هذه المديرية مجازر عدة وقصفا عشوائيا هو الأعنف والأشت فتكا بالمدنيين ومنازلهم دون أي التفاتة إنسانية من الأمم المتحدة منذ اتفاق السويد عاماني على تحرير الخوخة التي شكلت منطلقة لتحرير الساحل الغربي ففي ديسمبر من العام 2017 كتب لهذه المدينة الساحلية أن تتخلص من الميليشيات الحوثية وأجمعت بعد ذلك القوات المستركة جعلها عاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة عاماني على تحرير الخوخة التي بتطهيرها عزل الحوثي بحريا وباستعادتها فقد الحوثي السيطرت على التحيت فالثامن من ديسمبر من العام 2017 عادت الخوخة رسميا إلى أحضان الدولة بعيدا عن مشرفي الحوثي ومقاتلي هنا كان الحوثي ومن هنا فر واندحر تاركا وراءه تاريخا من الخزي والعار يدرج ضمن جرائم الحرب فالألغام كانت على أبواب عشش المواطنين وكاد الحوثي أن يحول هذه المدينة الساحلية إلى أثر بعد عين وفي إطار استعادة الدولة سعت القوات المشتركة إلى جعل الخوخة عاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة وتحويلها إلى أنموذج مصغر لدولة المؤسسات هكذا قالت القوات المشتركة كلمة الفصل بعدما تم التوجيه صراحة بإخلاء كافة مرافق الدولة من أي تواجد عسكري وتم تسليم المؤسسات إلى السلطة المحلية التي لم تأل جهداً في ممارسة مهامها واستعادة مظاهر الدولة بعد أعوام طوال من حكم مشرفي الحوثي هذا هو نهج القوات المشتركة من اليوم الأول التي وطأت فيها أقدام المقاومين المقاتلين ضد ميليشيات الحوثي أراضي الساحل الغربي هدف سام يسعى لإعادة مؤسسات الدولة والحياة فيها خدمة للمواطن أهداف مرسومة بعناية تامة وغاية سامية سعت لتطهير الأرض وتسليمها لأبنائها والسلطة المحلية التي ستكون فيها الآمير الناهي الحديدة خصوصاً وتهامة عموماً ليست سوى محطة لهذه القوات العريضة فالعين ترنو لتحرير العاصمة صنعاء من كهانة العصر تهامة هذه الأرض التي نذرت نفسها لأن تكون منطلق القضاء على ميليشيات الحوثي ومن يحاول تحويل انتصاراتها صوب مصالح ضيقة فإنما يرى في تهمة الخير مجرد كعكة ليس إلا ووجبة تم تجهيزها للقسمة والتناحر على فتاتها فتهامة أكبر من أن تقبل القسمة بشكل مناطقي نحن هنا أتينا تلبية لطلب أبناء الحديدة لتحريرهم من ظلم سطوة الكهانوت ونحن اليوم نمد يدنا إلى كل الشرفاء للانتفاضة داخل الحديدة ونحن سندهم حتى نطهرها من رجل هذه القواء المتمردة والباقية القوات المشتركة ترى في تهامة منطلقا لتحرير اليمن من كهانوت ميليشيات الحوثي الإرهابية التي سيطرت على هذه المناطق الشاسعة في سواحل الجمهورية اليمنية رطحا من الزمن استخدمتها كمنطلق لتهديد خط الملاحة الدولي والتجارة العالمية وتهريب السلاح واستخدمت موانئها كبينة لإدرار مئات الآلاف من الدولارات شهريا وتهامة لن تكون إلا محطة عبور إذا تكاتف الجميع لتطهيرها شاهدت جبهة باب غلق شمال مدرية قعطرة في الضالع مواجهات بين القوات المشتركة والمقاومة من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى عقب محاولة الأخيرة القيامة بعملية التفافية على مواقع الأولى وذكر مراسلنا أن الميليشيات تكبرت خسائر في الأرواح والعتاد وأسرع انصرين منها بعد فشل محاولتها للتفاف على مواقع الحزام الأمني المطلة على مناطق البطحة والقرن المحاذية لمنطقة بيت الشرجي أطراف منطقة العود وأضاف أن مدفعية القوات قوات الدعم والإسناد دمرت تعزيزات للميليشيات باتجاه تلك المناطق كانت قد استقدمتها خلال اليومين الماضيين تمكن المشروع مساء من نزع 4536 لغما وضخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري ليصل ما تم نزعه منذ بداية المشروع وحتى الخامسة من الشهر الجاري أحدى عشر ألفا بل مائة وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثين لغما اشتركوا في القناة في تعز طلبت تظاهرات شعبية حاشدة جابت شوارعها الحكومة بمحاكمة قتلة الحمادي والإفصاح عن هوية القاتل مطالبات شعبية بكشف ومحاسبة قتلة الشهيد العميد الركن عبنان الحمادي قائد اللوى 35 مدرع صدح بها أبناء تعز في تظاهرة قاشدة للتنديد بالجريمة الإرهابية كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق بما يتناسب مع حجم الفاجعة التي هزت كل بيت في تعز واليمن بشكل عام نحن اليوم خرجنا من أجل إسقاط اللجنة المشكلة من قبل أن ترمضون مجزور عادي ونطالب بلجنة الجمهورية لكم بحملية التحقيق تكشف الحقيقة وليس لجنة لجنة الحقيقة وطنية وتخصصة ذات أهلية ذات أهلية وذات مستقية لتميز بكشف الحقيقة الناشطون والسياسيون المشاركون في المسيرة حذروا من التلاعب بالقضية وأكدوا أن فعالياتهم الاحتجاجية ستستمر حتى يتم كشف المجرمين ومحاكمتهم واستكمال النهج الذي بدأه الشهيد الحمادي في مراهضة القوى الإرهابية المتطرفة نشارك اليوم في هذه المسيرة من أجل العقيد الشهيد العميد نال الحمادي يستحق هذا الرجل أن نخرج من أجله لأنه بحى وقدم لتازل كثير الواقف علينا أن نخرج والمطالب لأنه يضيع دمه هدر وأنه طالب بتشكيل لقنة دولية 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 التحبيق لكي لا تضيع قضيته طالبنا اليوم وقاء اللي قاعدنا الحمادي بالقربة بالقتل الذي قتلوه غدران مسيرة حشد تعبر عن حراك مجتمعي لإدانة جماعة الإرهاب والقوى المستطرفة التي تشيطن القوى الوطنية ورموزها وتسعى للنيل منهم واغتيالهم أحياء قبل تنفيذ جرائمها النكراء خدمة لأجندات مشبوهة تخدم مصالح وأجندات خارجية سواء كان الدعم والمستفيد قطري أو إيراني شهدت عدن وقوع ثلاث عمليات قتل خلال أقل من 24 ساعة وذكرت مصادر محلية أن مسلحين يستقلون سيارة من نوع هايلوكس أطلقوا النار على امرأة في العقد الرابع من عمرها في حي الممدارة في الشيخ وثمان فأردوها قتيلة على الحال سبيقها مقتل شاب في حي المنصورة وقرب سوق الحجاز بين إيراني مسلحين ومسلحين يستقلان دراجة النارية وأضافت ضحية عملية القتل الثالثة ضابط الأمني برتبة عقيد يدعى محمد صالح الردفاني في النشرة أيضا إعصار بفان يبحق أضرار كبيرة بالمنازل وشبكة الطرق الرئيسة في سوق طرق وإعلانها وإعلانها منطقة منكوبة كذلك أريد أن أذكركم وبالأخص أولئك الآباء أذكركم بعشراء تسلين من حكم بيت حميد الدين وما لا صنعوا لنا أذكركم كم قبلنا أجامهم وكم اعتقدنا بأن طريق الجنة على أيديهم وليس على أيديهم إلا طريق النار وطريق الخرار وطريق الدماء واليوم وقد رفض شعبنا تلك الأسرة الملعونة وطلطها إلى الأبد ها نحن اليوم نرى أن الأجيال القادمة تأتي لتأخذ دورها على هذه الأرض لتعيش حياة كريمة الحق إعصار بفان دمرا واسعا بالمنازل وشبكة الطرق الرئيسة في جزيرة السوقطرة التي أعلنت منطقة منكوبة مصادر محلية تناكلت أن الأرخبيلة تشهد منذ أربعة أيام أمطارا غزيرة وسيولا ارتفعت شدتها منذ أربع وعشرين ساعة مشيرة إلى أضلار كبيرة لحقف شبكة الطرق والمنازل والمنشآت الخدمية جراء السيوج الكبيرة والانهيارات الصخرية للوقوف على آخر المسجدات في السوقطرة ينضم إلينا عبر الهاتف أحد أبناء سوقطرة أحمد حزوم أحمد مرحبا بك سوقطرة التي أعلنت منطقة منكوبة أحدثنا عن الدمار الذي لحق بها جراء هذا الأعصار أحمد حزوم التسمعين واترست قطرة المسائل والثورة إلى آخر تأرضت قطرة المسائل السلثاء إلى الآخر اللازلية خاطراً التي أندلقت من المحيفة الأناثي واتردت إلى مثلائط الزيرة من أبناء إلى سليون سيول الزارفة وتأرضت الزربيلة إلى تطاعد دبعات الزربيلة خاطر الزربيلة في البارب الزربيلة مما أدى إلى تأثير المناطقين من الضهاب الأعطاء لغلوع الحرائب أو الضهاب إلى العمل حقيقة المتعرفة من التدير إلى أعطاء والفضوح الدين السبيل أدى إلى تأثير المناطقين من الصدقاء وأن يعرض العديد من المطالب السجنية في العديد من الضهاب والمناطق المناطقين ما هي وجه الإغاثة والدعم الذي تلقته المحافظة في إعقاب هذه النداءات والاستغافات؟ في عملات ملغمات المنسانية عامل الهدية من مؤسس قريب العبار المنساني ومعرفة الشعوري من قام بشتح بعض الثرطات وإنقاذ الأعلى فيه حتى عامل الهدية من قام بشتح الهدية للحلوية في عملات مكما ضرق efforts في الهدية من قانا للهما شكرا لك أحمد حزوم من أبنائي السقطرة كنت معي عبر الهاتف أشكرك جزيلا شكرا انتهى وقتي شكرا على كل هذه الإضاحات أخي أحمد شكرا لك أكدت منظمة اليونسف في تقرير أصدرته أن الحرب في اليمن أدت لمقتل ألفين طفل وإصابة أربعة ألاف وثمانمائة ألف بإعاقات كما تسببت الميليشيات في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص غالبيتهم أطفال هربوا من بطش الحوثيين سبعة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بإعاقات دائمة بسبب الحرب العبثية التي افتعلتها ميليشيات القوثي هذا ما كشف عنه تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف المنظمة أكدت في تقرير أصدرته الخميس الماضي أن الحرب في اليمن أدت لمقتل ألفين طفل وإصابة أربعة آلاف وثمانمائة ألف آخرين منذ العام 2014 بعد أن سيطرت ميليشيات القوثي على المدن بقوة السلاح كما تسببت في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى مناطق علها تكون أكثر أمنا هربا من بطش الجماعة الحوثية التقرير أشار إلى أن أكثر من ثلاثمائة وستة وثمانين ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية الحاد الوخيم محذرا في الوقت ذاته من أضرار أغلاق المدارس والمستشفيات الذي يهدد حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والطبية لافتا إلى وجود ما لا يقل عن مليوني طفل خارج المدارس تقارير حقوقية كانت قد اتهمت الحوثيين بقصف وتدمير أكثر من ألفي مدرسة جزئيا وكليا واستخدام أكثر من ألف وخمسمائة مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية وأشار التقرير إلى أن الحوثيين قاموا بتجنيد أكثر من ثلاثة وعشرين ألف طفل واستمروا بتجنيد الأطفال والزجبهم في المعارك واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المعارك في انتهاك صارخ لحقوق الأطفال والتي ترقى إلى جراء محرب اقتصاديا تقرير اقتصادي يكشف ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات البتروكيميائية في اليمن ووصول حجم تدخل الأممي لمحافظة تعز إلى 14 مليون دولار خلال العام الجاري وأخبار أخرى جولة اقتصادية جديدة ونبدأ بالشأن المحلية حيث كشف تقرير نشره موقع الريسيرش أند ماركتز المتخصص في الأبحاث الاقتصادية ارتفاع نسبة استهلاك الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات البتروكيميائية في اليمن باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو شركات النفط والغاز في البلاد وتوقع التقرير قيام الشركات اليمنية الكبرى بمشاريع خطوط أنابي بالنفط والغاز وعقود لتوسيع ضاقات الانتاجية والحفاظ على مراكزها في صناعة النفط والغاز خصوصا مع السمير الاعتماد البنية التحتية في البلاد بشكل كبير على المنتجات البترولية قال مدير عام مكتب وزارة التقديد والتعاون الدولي بتعز إن حجم تدخل منظمات العاملة في المحافظة خلال العام الجاري بلغ قرابة 14 مليون دولار بما أكد المدير القدري لبرنامج الغذاء العالمي أهمية توحيد مصادر المعلومات والإحصاءات الدقيقة لتغضية الفجوة الغذائية وكشف أنه سيتم نقل المكتب المختص بتعز من إب إلى عدن كمرحلة أولى على أن يتم فتحه في تعز في فترة لاحقة قال مصدر مسؤول بشركة ام تي ان يمن للهاتف النقال إن محكمة الأموال العامة في عدن أغلقت مكاتب الشركة بحجة عدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة ودفع الضرائب وأضاف المصدر أن الشركة جددت الترخيص بصنعه ودفعت كل ما عليها من ضرائب مشيرا إلى أن الشركة ضلت خلال فترة الماضية لا تعرف إلى من تدفع مبلغ الترخيص والبالغ نحو 350 مليون دولار لكنها تعرضت لضغوطات كبيرة من الحوثيين فاضطرت لدفع المبلغ مع السمر لبقاء خدمات الاتصالة الحكومية في العاصمة صنعه وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري نداء إلى دول أجنبية وعربية عدة لطلب مساعدة مالية لبلادي لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة يأتي ذلك في ظل أزمة مالية خانقة ومخاوف من الهيار الاقتصادية بالإضافة إلى عز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة في خضم الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر والمطالبة بتنحي كامل الطبقات السياسية أطلقت الحكومة المصرية ثلاث مبادرات بهدف دعم الصناعة حيث قامت بتوفير توميل وصل إلى 180 مليار جنيه أي نحو 11 مليار ومائتي مليون دولار بهدف النهوض باقتصاد البلاد وتضمنت المبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة والمصانع المتعثرة والارتقاء بقضاء العقارات لصالح السكن المتوسط وأخيرا انكمشت صادرات الصين في نوفمبر لشهر الرابع على التوالي مما يبرز الضغوض المستمرة على المصنعين بسبب الحرب التجارية بينها والولايات المتحدة وتراجعت الصادرات 1.1% فيما سجلت الواردات ارتفاعا مفاجئا نسبته 3.10% وبلغ الفائض التجاري للصين 38 مليار و73 مليون دولار مقارنة مع توقعات بتسجيل فائض ب46 مليار و30 مليون دولار قدمت هيئة الهلال للأحمر كميات من الأدوية والمحادل الطبية لمستشفى المخة ومستشفيات الدريهم والخوخة وحيس يأتي ذلك ضمن حملة جديدة وواسعة أطلقتها القوات المشتركة تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة والمواطنين جراء انتشار الأوبيئة مجددا وتسجيل حالات وفاة في الكثير من المناطق وأكد مدير المستشفيات أن الدعم المتواصل مكن مستشفياتهم من التغلب إلى إشكالية تزايد حالة الإصابة بحمى الضنك والحميات الأخرى وتقديم الخطبات الطبية المجانية للمرضى تلبية للدعوات التي أطلقت مساء السبت في لبنان من أجل النزول إلى الساحات توجه عدد من المتظاهرين إلى محيط مجلس النواب وسط بيروت مصادر إعلامية ذكرت أن شرطة مجلس النواب اعتدت بالضرب على عدد من المتظاهرين وتداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل فيديو يظهر لحظة اعتداء قوات الأمن المتواجدة لحماية البرلمان على المتظاهرين وفي وقت سابق انطلق موكب سيارات من جسر الرينجو باتجاه ساحة رياد الصلح احتجاجا على الاستشارات النيابية التي ستعقد الاثنين في حين أفدت سائل إعلام محلية أن تدابير أمنية استثنائية ستتخذ ليلا في عدة مناطق لتأمين وصول النواب إلى القصر الرئاسي من أجل استشارات النيابية يذكر أنه بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حددت رئاسة الجمهورية الاثنين موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة ويتعين على رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128 إلى العراق حيث ارتفع ضحايا الهجوم في ساحة الخلاني وجسر السناكة وسط بغداد إلى 25 قتيلا و125 جريحة وفق وكالة أستوشيد بريس والجيش ينزل لتأمين المتظاهرين في ظل اتهامات لقوة الأمن بتسهيل هروب قتلة المتظاهرين بعد أن ضاق بلد يربض على بحار من الثروات ذرعا من فساد ساسته ها هو يمر بمنعطف أمني خطير في سير الاحتجاجات العراقية المطالبة بإزالة المنظومات الحاكمة في هذه الساحة وتحديدان التحرير والخلاني تدفق ألاف المحتجين العراقيين المنوئين للحكومة والأحزاب الحاكمة في العراق للانضمام إلى المعتصمين التظاهرات شهدت إطلاقا لرصاص الحي أحدثت مجزرة دامية رح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح مسلحون ملثمون يستقلون سيارات ربعية الدفع اقتحموا ساحة الخلاني وأطلقوا النار على المحتجين لساعات وفق مصادر طبية وأمنية وشهود عيان الحادث جاء ليكسر هدوءا استمر ستة أيام منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين إذ لم ترافق الاحتجاجات أعمال عنف منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي الأحد الماضي وانتشرت قوات الجيش في الساحة منذ الصباح الباكر وصولا إلى جسر السنك بهدف تأمين المتظاهرين الذين اتهموا قوات الأمن العراقية بالتواطئ مع المهاجمين الملثمين عبر فسح المجل لهم للدخول والتجول بكل حرية في منطقة الاعتصام بينما تقول السلطات الأمنية أنها تجهل هوية المهاجمين وأنها تحقق في الحادث للوصول إلى الجناء ومنذ بدء الاحتجاجات سقط نحو 476 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح وفق إحصائية مستندة إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية ومصادر طبية وأمنية ختم النشرة الجاليات اليمنية وفروع المؤتمر الشعبي العام في الخارج تواصد الاحتفاء بذكرى انتفاضة ديسمبر عماني على تحرير الخوخة التي شكلت حجر الزاوية ومنطلقا لتحرير الساحل الغربي إفشال محاولة التفاف على مناطق في محافظة الضالة شكرا على المتابعة والسلام عليكم شكرا على المتابعة والسلام عليكم شكرا على المتابعة والسلام عليكم